السلام عليكم إلى الزميل في الأزهر مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يخفاك أيها الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقف وكانت معه زوجه في الليل مر بعض الصحابة أو أحد الصحابة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما هذه صفية وأنا محمد فقال أفي رسول الله شك فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العرق وإني خفته أن يدفع إليكما شرا أو يوسوس إليكما شرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم تعلم يا فضيلة الشيخ أن قضية الأزهر وما جرى فيها من فتنة سنة 1972 كانت كذبا وأنا أشهد أن الله يعلم أنك تعلم أنها كانت أكذوبة وأن قضية الشذوذ الجنسي وغير ذلك مما اختلقه نزار حلبي الذي هو يعلم حقيقة ما جرى لكنه أراد أن يقذفني باطلا بسبب ردي عليه تعلم أن هذه أكذوبة اختلقها يحيى البرازي الذي كان يعمل في المحكمة الشرعية وبناء على هذا الحديث قررت بعد أن كنت أعمل بنصيحتك لما اتصلت بك من أستراليا سنة 1994 وقلت لك أن الأحباش ينشرون هذه الأكذوبة وشهادة الزور فقلت لي بالحرف الواحد قل لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فعملت بهذه لكن الأمر قد تطور وتناقل هؤلاء شهادة الزور المفترى تناقلوها وأخذها منهم تلقاها منهم كل عدو لي ولا يزالون ينشرونها بين الناس ولا عيبة أن أدافع عن نفسي وأن تدافع أنت عن عرضي وتذب عن عرضي وتشهد بشهادة الحق وأنت لا تزال حيا لم تموت بعد أسأل الله أن يطيل في عمري ويحسن عملك فحريم بك يا فضيلة الشيخ أن تقول كلمة الحق هل هذه كانت حقيقة قضية شذوذ كما يزعمون أم أنها كانت أكذوبة أريدك أن تشهد وأنت المتبقي تقريبا الوحيد من بين الذين أعرفهم في الأزهر وكنت في بداية الأمر داخلا في هذا الموضوع ثم نفطت يدك منه في الوقت المناسب فأريدك بارك الله فيك أن تشهد بشهادة الحق وأن تقول أن هذه أكذوبة وأن الذي افتراها شخص اسمه يحيى البرازي كذاب وشهد الأزهر بأنه كذاب وأن هناك لجنة قد ألفت لهذا الموضوع وخرجت بإفادة أن هذه أكذوبة لا أدري بعد أن حصلت على شهادة من الأزهر رسمية موقعة من مدير الأزهر بأن هذه أكذوبة من أين أتى الأحباش يظهر أنهم زوروها لماذا لأن الشهادة التي زوروها مكتوبة بالكمبيوتر لكنها مؤرخة بسنة 1973 ما كان فيه كمبيوتر يعني نوع الفونت الخط هو simplified Arabic ما كان فيه كان في دكتيلو آنذاك واضح أنها مزورة لكن يبدو أنهم أفرغوا الشهادة الأصلية من محتواها وهذا ممكن أن يحدث في الفوتوشوب ووضعوا النصا آخر لكن النص الآخر مكتوب بخط كمبيوتر وليس خط دكتيلو وهذا يثبت كذبهم كل الذي أطلبه بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد الشهادة الحق والله سبحانه وتعالى يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ويقول سبحانه ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله من أظلم من هذا ويقول سبحانه ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فأنا أتمنى منك فضية الشيخ أن تصدر كلمة واحدة تكذب كل هؤلاء والذين لا يزالون يخدعون العوام ويأتون أليهم بهذه الشهادة أريد منك إعلانا واحدا يلجم هؤلاء وهذا حقي والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الأمر حفاظ الإنسان على سمعته هذا مطلب وهو بحق أنا لا أطلب منك أن تشهد شهادة الزور أنا أطلب منك أن تشهد شهادة الحق أن هذه أكذوبة وكلنا يعلم أنها أكذوبة أراد بها يحيى البرازي بهذا الافتراء أن يتسبب بطردي وخلع مدير الأزهر أنا ذاك الشيخ خليل الميس الذي أشهد الله أني لم أرى منه إلا كل خلق حسن ومروءة وشجاعة وثبات على كلمة الحق الشيخ معروف بهذا ووالله لم أرى منه ما يسيء إلى الخلق وإلى الإسلام لكن هؤلاء كذابون فهل سوف تشهد بشهادة الحق يا فضيلة الشيخ وأنت تعلم أيضا أنهم زوروا شهادة أو سك ليحرموني من إرثي من والدي ولا يزال المنزل الذي مات عنه الوالد لا يزال معلقا منذ عشرين سنة وإلى الآن لم نرثه ولم نأخذ منه شيئا بسبب شهادة زور أخرى عملها أحد الأحباش وهو ابن ابن عم والدي وعندي شهادة منك شهادة حصر إرث موقعة منك بحصر الإرث على أولاد والدي ثم بعد فترة من هذه التركة التي شهد الجميع حصر الإرث من قبلكم أنتم يا فضيلة الشيخ فجأة أتينا بصك قيل لنا أن هذا الذي فعله أبوك وهو أنه كتب المنزل بإسم زوجته ليست والدتي ثم حرمنا منها فجأة أتي بهذا الصك وقد طلبت من أحد أقربائي وهو اسمه وليد عفيف دمشقية أن يفسر لي معنى هذا الصك الموجود والمختوم والموقع من قبلكم فعمل لي بلوك حظر فورا بدون أن أسيئة إليه فورا عمل فهناك عدة مشاكل منها حرماني من الإرث ومنها قذفي واتهامي زورا أنا أريد منك يا فضيلة الشيخ أن والآن سوف أضع أمامك هذا الصك حصر الإرث في زوجته ولنا نحن أيضا فهل سوف يعني نتلمس منك يا فضيلة الشيخ أن تقول كلمة الحق وأنا أعرفك بأنك تقول كلمة الحق وأعرفك من صغرك تماما صحيح كنت أصغر منك لكن أنت كنت من أثر في نفسي بأخلاقك وشجاعتك المعهودة ومازلت بتذكر فيك يا فضيلة الشيخ مواهبك الرياضية وأنك كنت لاعبا قويا في كرة القدم مش متلمسي يعني أقل بشوي وكرة الطاولة أيضا وقد كتبت كلمات لا أزال أذكرها وإن كنت نسيت بعضها إذا ذبل الشجر وذهب الثمر تبقى هناك شجرة غرستها بيدي وتقصدني بها كانت كلمة طيبة منك أذكرها حتى الآن فأرجو منك يا فضيلة الشيخ ونحن حاولنا جدا طوال سنوات التواصل معك وأخذ كلمة حق منك لكننا لم نوفق لسبب أو آخر لكن أتمنى منك بارك الله فيك أن تنصفني في أمرين في قضية اتهامي زورا وباطلا وفي حرماننا من الإرث بسبب هؤلاء الأحباش الذين لهم تنفذ وتمكن من دار الفتوى أزهر لبنان وكذلك المخابرات المعروفين بها جزاك الله خيرا وأنا لو كنت أكتم باطلا أو عملا أخلاقيا لما أشهدتك على ذلك وأنت حي وأنشر هذا أمام الجميع ولا أخف لأني أعلم أني على حق وأنت تشهد لي بذلك وأتمنى أن تعلن هذه الشهادة عملا بقول الله سبحانه وتعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه بارك الله فيك السلام عليكم